هل علاقتك أيضاً بالأفرق؟ أليو ديانج، ما بيتكلمش غير فرنساوي، شوية إنجليزي؟ لا بيتكلم إنجليش كويس، ديانج بيفهم إنجليش كويس جداً، ومع لغتين الفرنس والإنجليش، بفهم بكلمة عالة طول الإنجليش، يمكن ديانج من أعرب الناس الأفرق الموجودة لها في النادي، شخصية أسهل جداً، ديانج، وسنه صغير طبعاً، دماغنا كده تحس أنه لسه صغير، الناس فكر أن الموضوع مع ديانج، إنه مش عارف صغير، وشخصية كويسة جداً، في ظل العروض، أو اللي بنسمع أن فيه عروض كتيرة جاية لديانج، بيفكر في الموضوع إزاي؟ والله كبتل الإسلام، أنا ما عرف تفكيره، عشان ما يدخلش داخل دماغ كل اللاعب، بس سواء دي حاجة ترجع له، ما عرفش والله بفكر إزاي، بس هو يركز ويكتهد أكتر إنساء الله، طيب، علاقتك إيه برستاو بمكيسوني، بقية اللاعبين؟ بتكلم على اللاعبات كلها طبعاً، بس يمكن أنا أعرب واحد، أعرب واحد اللي هي في الأفارقة ديانج، لكن بتكلم طبعاً مع برستاو، بتكلم مع مكيسوني، بتكلم مع الناس كلها طبعاً، كل الناس بتكلم معه، لكن يمكن أعرب الناس اللي بحاول، مش بحاول بحكي معهم كثير، هو ديانج، عالي معلول، ودوره بقى كواحد من كباتن الفريق، يعني بقاله فترة عمر في الملعب، بالضبط، عالي الشخصية مخترمة جداً، وزي ما حضرك قلت من كباتن الفرق، بنحاول نسمع له طبعاً في قواة كتير، يعني، يكون عايز حاجات في الملعب بيتكلم معنا، طبعاً، عالي طبعاً، بقواه في مركزه باكلفت، فبحاول يكلمك ترجع شانه شايف الملعب بصورة أكبر في الملعب طبعاً، فبحاول إن أنا أسمع له في موظم العواية، طيب، ممكن طميننا على بدر بنون أخباره إيه؟ آه، يمكننا لسه مكلمه من يومين والله، والله، وهنا ولا في المغرب؟ لا، ومش في مصر، مش في مصر، أوكي، لسه مكلمه، فأمور كويسة جداً، بتحسن مصورة كبيرة جداً، فبتمنى له السلامة أنه يرجع في أسرع وقت يا رب إن شاء الله، أعتقد بدر برضو فارق بعنادي الأهلي، طبعاً، اللعب إيهما كبيرة جداً، ونفسنا متواجد معنا، ويرجع في أسرع وقت طبعاً، واحد من الفرعة، ويساعدنا كتير جداً، يا رب إن شاء الله، طيب خليد،